خلينا نجعل أخبارنا هنبتدي بكرة اليد عندنا في النادي الأهلي طبعاً كرة اليد الموسم اللي فات عملت موسم ناجح بكل المقايز مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الأسباني اللي منذ قدومه حط الرطوش النهائية وشفنا فرقتنا الحقيقة من مباراة المباراة بتتقدم والشكل بيكون أحسن حتى في وقت خسارتنا لا فرقتنا بتبقى متماسكة بشكل جيد مجموعة من الشباب حط الرطوش النهاردة النادي الأهلي ما اكتفاش بالموسم اللي فات هنا النادي الأهلي وده عظمة النادي الأهلي النادي الأهلي مكمل في دعمه للفرق الرياضية مستر ديفيد ديفيز طلب معسكر في أوروبا استعدادها للموسم الجديد والموسم الجديد حقيقة ما أطوله طويل جداً وهلتدي طبعاً ببطولة العالم في المملكة قبلها بيهابا فيه مطشاط هنا في محلية ولكن بعد كده أهم بطولها تقابلنا ببطولة العالم اللي هتكون فيه المملكة العربية السعودية اللي هتكون غالباً في مدينة الدمام الحقيقة اللي أنا بحبها جداً طيب المعسكر ربماً إيه؟ هيبقى في البوسنة هنروح نلعب مباراً وبعد كده هيبقى خليني أقولكوا طيب خليني أقولكوا التفاصيل بتاعت المعسكر عشان حضراتكم تعرفوا الفريق الأول هاملي الفريق الأول طبعاً بقيادة مستر ديفيد ديفيدز وصل مبارح لسولفينيا عشان هيلعب مطش وده هناك ومطش واحد قبل ما يسافر على البوسنة عشان هيشارك في البطولة بطولة الكأس الأبطال الدولية وللعبها السنة اللي فاتت النادي الأحلي هتتلاقى بيوم الثلاث اللي جاي يعني هلعب مطش في سولفينيا وبعد كده هيروح البوسنة عشان يلعب البطولة الدولية اللي هيشارك في البطولة دي وأول مطش اللي هيكون قدام نادي يوروفارم المقدوني وده أحد الأقوى الأندية الأوروبية وهيبقى يوم الثلاثة الموافق 15 أغسطس اللي احنا فيه قائمة النادي الأحلي بقى المشاركة في المعسكر الخارجي 18 لعب هم مين؟ حراسة المرمى عبد الرحمن طه ومحمد إبراهيم طيب حمايد أخباره ايه؟ حمايد ماشي في برنامج العلاجي بتاعه بعد إصابته في رباط الصليبي وإن شاء الله إن شاء الله وريد نشوفه في الملعب ظهير أيسر عبد الرحمن فصل ومحمد مجدي ونبيل شريف الدائرة إبراهيم المصري أحمد عادل ياسر سيف محمود عبد العزيز جده صنع العاب أحمد راضي أحمد خيري ظهير أيمن محصر رمضان محمد لشين الحمد لله على السلامة لشين جناح أيسر أحمد شام سيسى عبد العديز إهاب زيزو إسلام راضي جناح أيمن عمر خالد كستيلو عمر سامي دحروج اللي عملوا موسم تاريخ السنة اللي فاتت طبعا ده عقب التتويج الأفريقي في صالة النادي الأهلي شفنا علي زين طبعا أحد نجمنا اللي كان موجود وتصاب للأسف في مباراته في البداية وما لعبش معنا بتوط أفريقيا ولكن طبعا ده دعم النادي الأهلي النادي الأهلي واقف ورا فرقيته من نفس الكلام مستر ديفيد ديفيد شغال بكل جد بيرتب للموسم الجديد نتمنى إن شاء الله الموسم الجديد العلامة الكاملة في كل البطولات واستطيع هذا الفريق صغير السن إنه يحصد البطولات إن شاء الله بإذنك يا رب محلية وإقليمية وقرية بإذن الله